اشتركوا في القناة في القناة الاخيرة شهد منفذ دهوك كحال باقي منافذ البلد البرية والبحرية استقبال مئات الالف من السيارات الحديثة المستوردة من اوروبا وامريكا والتي لا تتجاوز نسبة الامان فيها 20% ما يزيد طين بلا اقبال الكثير على شرائها نظرا لرخص اثمانها نسبة لنظيراتها ندخل هذه السيارات المكسرة التي تخبرونها من الاوروبا هذا يصبح براس العراقيين هذا كله براشوت ما موجود كله براشوت سيستم كله بيه على حياة المواطن على حياة الاطفال يعني جريمة هاي السيارات تدخل العراق صحيفة العربي كشفت في وقت سابق دخول عشرات السيارات الى العراق اضافة الى الالاف من قطع الغيار التي تتلقفها المعارض والمجمعات الصناعية لاصلاح تلك السيارات المتضررة وهذا ما اكدته دائرة جمارك البصرة من انها افشلت دخول اكثر من 2500 سيارة دون المواصفة خلال هذا العام التجار يشترون تلك السيارات المتضررة من الاسواق الامريكية او الاوروبية ثم يقومون بصيانتها وبيعها في الاسواق وتبقى حياة المواطن وعائلته رهن لضمير تاجر ربما لا ينظر الا الى ما يدخل جيبه في اخر النهار